تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل عامو أنتو بخير جميعا بمناسبة شهر رمضان الكريم وعشان حلقتنا هذه الأولى في شهر رمضان حتكون طويلة شوي حتكون ممدودة شوي مدل ما تحضروا واحد بيعمل مقلب بالثاني يحضروني أنا قصة الجمعة اللي بتيجيكم من قناة سيلفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها قصة الجمعة اليوم عن تشيلسي وبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2012 واحد من البطولات الأكثر تعقيدا من النحية الفنية والعاطفية ونحية تراكم كل الأسباب الغريبة اللي خلت هذا الفريق يكسر لعنة بدأت معاه منذ وصول رمان أبرامو فيتش عام 2003 وأعلن من أول يوم أنا بدي دوري الأبطال رمان عمل كل شيء عشان يجيب دوري الأبطال جاء بلعبين كبار كريسبو فيرون من أشهر اللعبين في الدورة الإيطالية بتر تشكد رقبة أدريان موتو مين ما بدك أريو روبين كثير لعبين وجاب مدربين من أحسن المدربين في العالم جاب مورينيو هيدنج سكولاري اللي كان له سمعة كبيرة وقتها وجاب أيضا أنشلوتي وكلهم ما قدروا يجيبوا دوري أبطال أوروبا اللعنة ملاحقيته الدوري البطولات المحلية تمام إتشيلسي عم بيجيبها موسم ورا موسم دائما موجود ودائما حاضر وتحول منذ وصول رمان أبرامو فيتش لواحد من التوب ثري مش من التوب فور لموسم 2011-2012 لتلك اللحظة كانت تشيلسي متعود يوصل نصف النهائي تقريبا أربع مرات من أصل سبعة شارك فيهم بعصر أبرامو فيتش ووصل دور الثمانية تقريبا مرة أو مرتين ودور الستة عشر تشيلسي ما كان فيه فريق عادي عم بيطلعه دائما اللي بيطلعه هو تقريبا اللي بيفوز باللقب بدأ موسم 2011-2012 وكان فيه قرار شجع جدا من رمان أبرامو فيتش جعل مدرب شاب في ذلك الوقت اسمه أندري فيلاسي بواس كان فايز بالدوري والكأس والدوري الأوروبي في موسم 2010-2011 مع بورتو المدرب البرتغالي تشيلسي دفع فيه لبورتو كاش 15 مليون يورو عشان يوافقوا يفسقوا عقده فخرج فيلاسي بواس مقابل 15 مليون يورو واضطرت تشيلسي يدفع تقريبا 10 مليون يورو لإقالة أنشلوتتي عشان يفتح المجال للمدرب الشاب الواعد اللي كان يسمى وقتها مورينيو الجديد ووقتها كان مورينيو العلامة الفارقة في عالم تدريب كورتر قدم أول خمس مباريات مباشرة جدا لفيلاسي بواس أربع انتصارات تعادل في المباراة السادسة سقط أمام السير أليكس فريكسو أثناثة واحد الأمور ظلت طبيعية لشهر 12 ثم بدأ الفريق يفقد توازنه بشكل غريب وبدأ الكلام عن مشاكل داخل نادي تشيلسي في ذلك الوقت تشيلسي كان متصدر مجموعته في دور الأبطال وطالع يلعب مع نابولي لتلك اللحظة قبل انهيار الأوضاع في تشيلسي كانت الأمور تقول تشيلسي هيطلع نابولي لكن بعد شهر 12 عاش فيلاسي بواس 12 مباراورة بعض فاس فيهم 3 بس وفي لقاء الذهاب مع نابولي أمام 61 ألف متفرج اتقدمت تشيلسي بهدف مقابل لشهر ثم لافتزي سجل هدفين وكباني سجل هدف وأعلنوا فوز نابولي 3-1 وبتلك اللحظة الجميع عرف انه فيلاسي بواس على الأغلب حينضم لقائمة بحايا رومان أبراموفيتش لكن صبر عليه أعطى المباراة البعض بالدوري فاز فيها ثم جاءت المباراة الثانية على طول خسر مع وستبروميتش 1-0 فتمت إيقالته في تلك الليلة تشيلسي دفع تعويض لفلاسي بواس يقارب 13 مليون يورو يعني فعليا إجمالي التكلفة عليهم 13 مليون إقالة 15 مليون إقالة أنشلوتي و15 مليون دفعت التعاقد مع بواس نتكلم عن 40 مليون يورو دفعهم تشيلسي مقابل مدرب عهالشهور قليلة القرار الأغرب كان بديله بيماتيه مدرب ما عنده خبرة أبدا كان مدرب بوستبروميتش صاعد فيهم من البريمير ليغ من التشابيونشاب وأيضا في الموسم الأول ما تقلق هناك في البريمير ليغ وتمت إيقالته فيالي طلع أيامها وتسأل قال كيف تعين مساعد مدرب بدل منه أنا اللي بعتبره أن المساعد لازم يكون هو المدرب ويساعده ويكون جزء من فكرته ويكون جزء من فريقه ويتحمل المسئولية مع بعض هذا النوع من التعيينات بالنسبة لفيالي أشبه بالخيانة بس هذه الخيانة اللي العلم ما تهم فيها ديمتيه بس تهم فيها لعبين تشيلسي الأساسيين بي بي سي بتقولك مهما كان المدرب تكتيكي عقصد عن فلاس بواس لكنه خسر اللاعبين الرئيسيين بالفريق في يوم الأول وأشلي كول عام 2015 خرج بتصريحات خطيرة قال فيها قرر بعض اللاعبين المهمين بالفريق ألا يعطوا أفضل ما لديهم تحت قيادة فلاس بواس وعندما وصل ديمتيه غيروا سلوكهم تماما هناك قناعة أن اللي قادة الثورة ضد فلاس بواس هو فرانك رامبرد اللي كان عم بتراجع ديره شوي شوي مع فلاس بواس وكان في لعبين معه الأسماء بتتغير من رواية لرواية ولكن الجميع بتهم لامبرد بأنه كان السبب الأساسي بخروج بواس لأنه أول ما طلع بتصريح قال ما بعرف ممكن هذا المدرب كان صغير بالعمر ممكن وصل كثير مبكر على فريق كبير زي تشلسي وهذا الكلام رجع كثير للواجهة للعلم متى عندما أقيل لامبرد وبعض الناس اللي بحبوه طبعا أكيد دافعوا عنه فردوا عليهم الطرف الآخر من جمهر تشلسي بتذكروا كلامه لما قال عن واحد وصل مبكر شوي لامبرد أيضا وصل مبكر شوي البديل ديماتيو لعب مهم جدا في تاريخ تشلسي لعب حقق ألقاب مع تشلسي لعب كان في فترة تمهيد صناعة اسم تشلسي حتى يشتري رمان أبرامفتش لاحقا في بيان تشلسي بتعينه قالوا عنا ثلاث أهداف دوري كأس دوري أبطال أوروبا دوري الهدف نصير في المركز الرابع لأنهم كانوا في المركز السادس لما يجا ديماتيو والكأس بدنا نجيبه ودوري أبطال أوروبا بدنا ننافس عليه بس الجميع يعني ما أخذوش أنا ما أتذكر كويس تلك الأجواء بأول لحظة أنه يعني خلاص طلعته من نابولي شكرا وهذا ديماتيو أخلي يجيب لكم المركز الرابع حلو وتوكلوا على لأنه كانت تشلسي لوقتها مش غايب عن دوري الأبطال ولا مره ولا العلم عشان إحنا ما نركزش كتير في البطولات الثانية الدوري والكأس لأنه إحنا هدفنا نتكلم عن دوري الأبطال أوروبا ديماتيو ذهب وفاز فعلا بالكأس وهزم لبربولي 2 واحدة المباراة النهائية ومشى من الدور الخامس للنهائي هو بالكأس جاب اللقب وبالدوري طلع السادس ما تحسنت أموره خاصة بالإياب ما قدر يغلب الفرق المنافسة الرئيسية لأيلو عالتوب فور مان سيتي توتنها من يو كانسل كانت من الأسماء البارسة ما قدر يغلبها دفع ثمن النتائج السابقة دفع ثمن أنه بلش يفكر بدور الأبطال شوي شوي فما حقق هدفه بالدوري حقق هدفه بالكأس وجاءت مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا ديمتيه أول مبارتين واحدة بالكأس وواحدة بالدوري فازهم ثم ذهب بواجه نابولي في ستامفورد بريد المباراة الجميع شوفها بالبداية نابولي كان أخطر لكن شوي شوي تشيلسي ما عاد قادر نابولي يخلق معهم فرص وتشيلسي قدر يتقدم 2-0 الشوط الأول عبر أهداف درقبة وأيضا جون تيري ردوا عليهم بهدف بالشوط الثاني نابولي عبر لاعب اسمه إنلر ثم جاء الهدف الثالث لتشيلسي من ركل الجزاء لفرانك لمبرد ثم جاء الهدف الرابع في الوقت الإضافي عبر إيفانوفيتش وحققت شيلسي المعجزة وأخرج نابولي فالناس قلت لك ها الفريق رجع وكان في شيء مهم في تلك المباراة الثلاث أهداف الأولى الأول والثاني كرات عرضية ورأسية من دروك بوتيري والثالث كرة عرضية بتحصل فيها على ركل الجزاء بسجل للمبرد فالجميع قالوا دي ماتيو ذكي كان معروف وقتها بالدور الإيطالي نابولي بيعاني بالكرات الهوائية بيلعب كويس حلو خطير بس بالكرات الهوائية ضعيف فقالوا دي ماتيو لعب عن نقطة ضعف خصمه وعنده لعبي قويين بالهوى وجاب النتيجة فصارت في بشرة إنه هذا المدرب بيعرف كيف يصيد النتيجة القرعة تبتسم لتشيلسي بواجه بنفكة هو طبعا فريق بتلك الفترة للعلم بنفكة أوروبيا كان خطير يعني دائما حتى بعض الاحيان وصل بالتصنيف الأوروبي رقم 6 و 5 يعني كان أنه ذلك دائما متواجد في دور الأبطال ودور الأوروبي الأدوار بعيدة في دقاء الذهاب بنفكة أفضل بنفكة أخطر بهدد أكثر لكن في الدقيقة 75 تشيلسي بفوز 1-0 واللي بسجل الهدف لاعب اسمه سالو مونكالو واللي بيتذكروا كويس كان لاعب اخي نسميه جوكر مع تشيلسي وأخذ ديمتي وفي ذلك اللقاء قرار شجاع لمبرد درب بأيسيان على الدكة لأنهم كانوا لاعبين مع تتنهام قبلها فما رضي يرهقهم كان العمر عبل لشي تقدم فيهم وجاب قراره نتيجه مهمة في لقاء الإيابة تشيلسي تقدم 1-0 لكن بنفكة سجل التعادل بالدقيقة 85 وعيش تشيلسي كويس للحظة الأخيرة رؤون ميريليس خطف حدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع بس في تلك المباراة بنفكة كان أفضل بكثير وأخطر بكثير وأقرب للتأهل بكثير من تشيلسي لمستوى أنه منقرأ الكلمات الآتية بتقول بي بي سي الآتي في تقريرها عن تلك المباراة لقد نجى تشيلسي من أوقات عصيبة جدا لقد نجح بنفكة بخلق فرص مستمرة ومحققة للتسجيل ولكنهم افتقروا للعب الحاسم وإلا لكانوا تأهلوا بالنسبة لبي بي سي بالنسبة للناس كانوا ينتقدوا الأداء بس بالنسبة لدي ماتيو كان فاهم شغلي وحده الناس هتذكر شغلي وحده النتيجة والأداء هذا بينمحي مع الزمن حبر عمره قصير النتائج محفورة بحجر وللعلم عشان الناس تفهم بنفكة في ذلك الوقت كان معه لعب مهمين اللي اجي على تشيلسي ورجع لهم عندك بابلو ايمار كان عندك أيضا الي بلعب الآن مع دورتمون كان عندهم لعب خطير جدا اسمه اسكار كاردوزو أمام المرمى وخافي جارسي اللي اجي على المان سيتي لاحقا فالفريق كان عنده لعيبة كويسين بنفكة لعيبة شخصيتهم كثير قوية عشان هيك خلق مشاكل لتشيلسي القرعة أوقعت تشيلسي مع برشلونة وأذكر جيدا تقرير قرأته بصحيفة نفسي أتذكر اسمها على أنه أشياء قد تساعد تشيلسي على التأهل أمام برشلونة صحيفة إنجليزية كان السبب الأول أن يتكرر الحظ الذي ابتسم لتشيلسي أمام بنفكة الجميع اعتبر تأهل تشيلسي على بنفكة بالحظ وبرشلونة وقتها كان مش مزحة كان برشلونة جوارديولا برشلونة ميسي إنيستا تشافي بعزهم ودانيل ألفز وبيكي وبويول وأسماء ما بتخلص معاناة المواجهة ضدهم فلما الناس شافوا فرق الأداء لألك يا عمي خلص شكرا لتشيلسي يعطيك العافية حلو رصف النهائية ديمتي يجيب الكأس وتوكل على الله لقاء بالنسبة لبرشلونة مطبع للقب جديد بالنسبة لتشيلسي لا لقاء انتقام من نصف نهائية لنفسها نصف نهائي غدارة تعنيستا نصف نهائي كل جمهور تشيلسي بيعتبر أنه تم سرقتهم في ذلك اللقاء رغم أنه دائما نسمع ردود فعل من جميع برشلونة أنه كان في أخطاء تحكمية أخرى لصالحهم وليس فقط كل شيء لصالح برشلونة إذن بدأ هذا اللقاء الانتقامي المباراة الأولى في ستانفورد بريج مباراة لو بدي أقود أحكي الفرص اللي صارت فيها في الشوط الأول والثاني لبرشلونة ما منخلص لكن ربما الجميع بيذكر أنه أليكس سانشيز في الشوط الأول جاءت كرة ساقطة قلت وتواجه المرمى رفحها فوق بتر تشيك ضربت بالعارضة والكل بيعرف أنه أيضا إجت كرة ساقطة بالشوط الثاني من سيس فابريكس وواجه المرمى وأيضا تعامل محة برعوني أمام المرمى سانشيز سنحته ثلاث أهداف محققة ما سجلها وأعتقد الجميع بيذكر التزديدات الخطيرة اللي شالها بتر تشيك في ذلك اللقاء والجميع بيذكر الكرة الأخيرة تاعت بدرو اللي لفت وزحفت على الأرض ومرت من تشيك والمدافع لكن القائم قال له والله العظيم ما أنتم سجلين ميسي عم بتحرك وبيخلق فرص فابريكس بواجه مرمى الحارس على الأرض وبسدد بطريقة غريبة وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات تقريبا ميسي اللي كان عم برجع وبيخلق وبيفتح الدفاعات بيغلق مرة واحدة لامبردي بيقطع منه الكرة وعلى طول لامبردي بيشوف إنه في واحد قرر يتحول لفلاش وينطلق بسرعة رهيبة اللي هو راميرس وبلعب له إياها وراميرس بيلطلق دفاع برشلون عم بتفكك عم بتحلحل بشكل غير طبيعي وبلعب كرة عرضية بيسجل الهدف الأول لتشيلسي في دعية الشوط الأول كمية الفرس اللي ضيحة برشلونة بذلك الشوط خطيرة للغاية وبالشوط الثاني أيضا خطيرة للغاية تشيلسي من الأشياء اللي ممكن نلافت للنظر في الشوط الأول صنع فرستين أو نسميهم نصف فرستين كانوا من رميات تماس ما كانوا من لعب مفتوح بعض التقارير الصحفية عن تلك المباراة بتقول برشلونة خلق ست أهداف محققة لولا بتر تشيكو القائم لكن هذا ما بينفي شي مهم جدا لعبين تشيلسي قاتلوا على كل كرة حتى الفرص الخطيرة اللي ضاعت لبرشلونة بتلقاهم برموا نفسهم كلهم مع بعض على طريقة كابتن ماجد عم بضحوا عم بقاتلوا ما فيه لعب لبرشلونة بمرة الكرة بدون ما يتم الاحتكاك فيه ما فيه لفلة شافي إلا فيه ضربة فيه احتكاك فيه تضحية رهيبة جدا فيه نظام فيه انضباط في الدفاع ما تفكك أبدا برشلونة يشوف شخص عم بيقاتل وعم بيحاول أيضا حيبتسم له مباراة خلت كثير في كتالونيا يكتبوا عنوين لو كان ديبت فيا اللي هو كان مصاب في ذلك الموسم موجود لانتهت أربعة واحد بليتشار ريبرت له عنوان جميل جدا في تلك الفترة كانت قال مباراة أثبتت إنه كل الإحصائيات لا تعني شيء إلا إحصاء واحد عدد الأهداف جميع إحصائيات تلك المباراة الأساسية من استحواذ وتمرير وا 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 كانت لصالح برشلونة لكن إحصائية واحدة كانت لصالح تشيلسي هدف مقابل لأشيء وهذا بس اللي بتذكروا الناس غارديان أيضا عملت عنوان ضريف وقتها وقالت برشلونة فعل كل شيء للتسجيل تشيلسي انتصر بالقتال والانضباط وبعض من الحظ تشيلسي بروح بلعب مع برشلونة اللي قاء الإياب بعد سبوع بس بس شو كان في بينهم كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الكامبنو فارق الدوري كان أربع نقاط برشلونة لازم يفوز عشان يستعيد فورستو بالدوري واللي حصل في ذلك اللقاء مباراة عظيمة من الطرفين مباراة قوي جدا ببرشلونة وريال مدريد وبالنهاية تم بريرة أوزير العابرة والقارات تضع رونالدو أمام المرمى ويسجل الهدف الثاني اثنين واحد يفوز ريال مدريد والاحتفال الشهير كلمة كلمة لحظة انتصار ضغطة جوارديولا نفسيا أرهقت برشلونة بدنيا خدمة تشيلسي ربما في لقاء الاياب وصلنا لنصف نهاية 2012 لقاء الاياب مباراة مهمة مصرية شو لازم يعمل لجوارديولا شو عرفته لازم يتفلسف لازم يخترع لازم يجيب خطة غير متوقعة وفعليا هذا اللي عمله برشلونة في بلاد المباراة دخل بلا أظهرة ألفس أدريانو على الدكة ثلاث لعيبة في الدفاع وأمامهم حط كوينكا جناح يمين وتوزيها غريبة في تلك المباراة لكن والحق يقال فكرة المجنونة جابت نتيجتها في بداية اللقاء ربما لأنه خرج بيكا ودخل ألفس بعد 20-25 دقيقة اتحسنت أمور شكل الفريق لكن البداية هذه العجيبة جابت نتيجة فعليا برشلونة وضع ضغط رهيب للغاية على تشيلسي المباراة في منطقة جزعة تشيلسي وبعد دقائق قليلة كان عم ينصاب جاري كهين أحد أهم كله بالدفاع في تلك البطولة بالنسبة لبلوز برشلونة عم بخلق فرص بترى تشيك مرة بصد بالمسي بالأرض ومرة بصد له تكرة على الجن بهجمات منستمرة والمرة هاي عم بتشوف أنه برشلونة عم بيواجه تشيك بموقف أوضح من مواقف ستامفورد بريج الصمود اندهى في التقيقة 35 تقريبا سيرجو بوسكتش بتجي له كرة في منطقة جزاء لوحده بضحى بكل هدوء اللي هدف الأول بعد الهدف بطقيقتين تصرف مجنون من جون تيري بينطرد عليه المباراة خلصت واحد سفر غلبك برشلونة وبعشر لاعبين وبالكام بنوه وبهالصحق الهجومي ثم بعدها على طول بطلع انيستا وبمقسي بحطه أمام المرمى وبقول له سجل وبسجل فعلا قلبين دفاع تشيلسي برا واحد مضرود واحد مصاب بالنتيجة 2-0 في الدقيقة 43 في ذلك اللقاء وتشيلسي بعشر لاعبين تخيلوا شعورهم تخيلوا التوتر هذا الشعور شرحه فرانك رامبرد بإحدى الوثائقيات إله على سكاي سبورت بيقول فيها لم نلمس الكرة أبدا في تلك الوقت كنا ناقصين عدديا خسرانين 2-0 فريقنا مشتت أنا شخصيا ما كنت أشوف الكرة كيف عم تتحرك وفكرت إنه ممكن اليوم نخسر 10-0 لكن رامبرد قال إجت لحظة بعد ذلك غيرت كل مزاجنا وهذه اللحظة تمريرة للأمام من لامبرد لامبرد اللي صنع أساس بداية هدف الذهاب رجع مرر هون تمريرة راميرس عم يدخل بين قلوب الدفاع اللي مش متعودين يلعبوا بثلاث مدافعين مع بعض وبواجه فالدس اللي تقدم بشكل أو بآخر بشكل خاطئ وبسقط ليها هدف أول بيعني منطقيا تشيلسي أصبح هو المتأهل بنتيجة 2-1 ومطلوب دافع 45 دقيقة تشيلسي نجى بهذا الهدف معنويا خرج من ظاهرة إنه خايفين يقصروا 10-0 لأنهم رأوا نفسهم إنهم قادرين يسجلوا كل شيء كان حيتغير في الشوط الثاني بعد دقائق قليل ركلة جزاء بيحصل عليها فابريقاس من ندرونغ وليون الميسي بتقدم وبسددها بالعرض ذلك الهدف لو جاء لصارت النتيجة 3-1 تشيلسي أعتقد لنهار تماما ضاعت هذه الركلة تشيلسي بعدها تماسك دفاعيا في شكل أفضل الفرص في الشوط الثاني أقل خطورة لكن أيضا بدأ يظهر الإرهاق بشكل واضح على لعبة برشلونة وللعلم ظهر بشكل واضح على ريال مدريد في المباراة الأخرى أمام بايرام يونيخ بدأ الإرهاق يظهر أكثر وأكثر على برشلونة حدتهم أقل كثافتهم باللعب أقل كمية اللاعبين اللي بدخلوا منطقة الجزاء أقل اتشيلسي بلاش يخف عليه الضغط وبالتالي أصبحت مهمتهم إنهم يكونوا ما يرتكبوا أخطاء وهفوات تقليدية في الدفاع مطر فرص أو أشبه فرص لبرشلونة لكن ولا واحد منهم قادر تخلق موقف الحاسم في تسديدات في محاولات لكن ولا واحدة حاسمة في الدقيقة 290 اتشافي بحاول يمرر كرة داخل منطقة جزاء كانت خطيرة لو مرت أشلي كل بشتتها وفجأة بيجي تفرراندو توريس نتسق في دقرة نص الملعب منفرد بالحارس وبيقول يركض وإحنا جميعنا شعرنا اللي حضر المباراة لايف شعروا أن الوقت قاعد ربع ساعة توصل الجول وصل راوغ فالدس سجل هدف وأعلن تأهل تشيلسي 2-2 بعد هذه المباراة فرراندو توريس بيشرح بيقول لما ركبت هذه الركبة حسيت حالي عم بركض بأطول ملعب في التاريخ وحسيت أني عمري ما رح أوصل المرمة على الفريق الثاني لأنه ببساطة التوتر الضغف اللي كان على تشيلسي رهيب تخلاي حس الثانية بساعة 22 تزديد لبرشلونة فرص خطيرة و117 تمريرة بس لتشيلسي في اللقاء هذا الرقم ممكن يجيبوا لاعب واحد في بعض المباراة يعد فريق كامل مرر 117 تمريرة بوريك جديش كان التفوق الفني وكذا قالهم مش دائما الفريق الأفضل بتأهل وفعليا الناس بعد المباراة اشهدت بتصريحات توريس توريس قبل هاي المباراة كان عم بيعمل كوارث مع تشيلسي بضيع فرص محققة والجميع كان بيقول خلاص لازم يطلع بس بعد المباراة أبرع ما بيتش رحله في غرفة تغيير الملابس وقال له انت معنا الموسم الجاي انت أهلتنا اليوم السيرة الذاتية التي دائما تكشف قصة رائعة جدا في قصة هذه المباراة بيقول بين الشطين احنا كان عنا لاعبين خبرة بلاشنا نتناقش مع المدرب شو لازم نعمل بهالورطة اللي ورطناها هذا الفريق حاطنا وراء وضغطنا فتقدم لاعب برتغالي اسمه جوزيبو سينجوا ممكن كثير الناس ما بتعرفوا الآن من الجيل الجديد اتقدم وقال لهم إيفانوفيتش ما لازم يلعب قلب دفاع أنا قلب الدفاع إيفانوفيتش لازم يكون ظهير أيمن فتسألوا قالهم هذا الصح ثم بدأ يغير مراكز بعض اللاعبين لمستوى انه طلب من دروكبا يغطي على الجهة اليسرى كظاهير في بعض المواقف دروكبا بيقول احنا طبقنا أفكار بوسينجوا بين الشطين اللي اتفق معها المدرب واتفق معها لعبين الخبرة واللي جابتنا النتيجة المطلوبة جاء النهاية أمام بايرام يونج في ملعب أليانز أرينا ليكون ثاني نهاية بيلعب فيه فريق على ملعبه منذ نهاية 1984 بين روما وليفربول اللي أقيم في روما النهاية في غيابات كثيرة تشيلسي عنده أسماء مهمة إيفانوفيتش ميريريس راميريس مش حيلعبوا وفي المقابل أيضا في غيابات مهمة عم بتصير في بايرام يونج لعبين أساسيين ديفيد ألابا لويس جوستافو وأيضا بعد الشتوبر اللي كان لعب أساسي بتلك الفترة كان في تشابه غريب بين الفريقين الاثنين خسرانين الدوري والاثنين رحين على نهاية الكأس والاثنين خسروا آخر نهاية دوري أبطال لعبه واحد ب2008 واحد ب2010 في تشابه والاثنين عندهم غيابات كثيرة والاثنين أيضا إجالهم المدربين بالأساس كمدربين مؤقتين هاينكس كان جاي الموسم اللي قبله كمؤقت وكمل ودي ماتيو جاي مؤقت الآن واحتمال صار واضح أنه يكمل المباراة نهاية تشيلسي دافع فيها أحسن من مدافع أمام برشلون الفرص الخطيرة أقل بس السيطرة مطلقة لبايراميونيخ الكرة بمنطقة جزائي تشيلسي وبالدقيقة 83 أخطأ دفاع تشيلسي مرة واحدة توماس مولر بيسجل هدف جميل في بيتاريك شاك وبيعلن تتويج بايراميونيخ منطقيا 1-0-83 وفريق أقوى اللي متقدم طبعا حيفوز باللقب لكن لا في الدقيقة 88 صار سيناريو غريب أول ركلة ركنية لتشيلسي في اللقاء تخيلوا فريق بلعب نهائي بيعمل أول ركنية بدقيقة 88 تخيلوا سينار اللقاء شو كان ركلة ركنية بترتفع بطير دداية درقبة وبسجد التعادل واحد واحد الجميع نجن كان لتلك اللحظة في 18 ركنية لبايراميونيخ مقابل ركنية واحدة لتشيلسي ركنية تشيلسي سجلت لكن ركنية تشيلسي لها قصة عظيمة جدا رواها أيضا درقبة بقول درقبة أنا أول ما أجيت بشهر اثنين تعاملت مع ماتة تكلمنا مع بعض لم يبلش الدور الأبطال قلت له يا مايسترو خليني أفوز بدور الأبطال فرد عليه قال له أنت مجنون أنت الزلم الخبرة أنت النجم الكبير أنت اللي بلاك تفوزني بدور الأبطال فرد عليه درقبة قال له أنا اللي ثم لسنين بحاول ما زبطت معي أنا أخي حاسس أنه أنت اللي حتفوزني بدور الأبطال فمعته قال له لا لا يعني أنت الخبرة وانت كبيرنا وانت وكل عوائل وماشي تالدنيا في النهاية لما سجل مرأ للهدف درقبة نهار ماتة شعر إنه نهار فجرب عليه قال له آمن يا درقبة لسه في أمل فرد عليه درقبة قال له أي أمل المباراة خلصت وبيقول درقبة كانت لدموع في عيني فماتة قال له آمن لسه فيه وقت ما نستسلم قال له مش رح أآمن أنا رح أبكي الليلة زي ما بكيت ع خسارة نهائي 2012 أيضا في كأس أمم أفريقيا بركلة الترجيح أمام زامبيا درقبة كان متأثر كان منهار ولكن الركل الركني لما جاءت مين اللي جاء يرفحها إخوان ماتة بيقول درقبة هون كلمات يعني ما تأثرت فيه وشعرت أنه ممكن تزبط وزبطت ماتة ودرقبة ودرقبة كان وعد إخوان ماتة بهدية وأعطيها فعلا بعد نهاية البطولة لأنه قال له هعطيك هدية لو جبنا دورة الأبطال فهذه الركنية هي واحدة بس قصتها العاطفية صراحة جميلة في الوقت الإضافي ما تغير شيء بايرامين خبيض رطب يحصل عنك للجزاء خلص الأمور خلصت أريون رابل يتقدم شو الضيع يصدها بتارتشيك بطولة أخذت خمسين مرة من التشلسي ياخدوها منه من الدور الأول من النبولي تعال هات البطولة هات البطولة ما فيش برجعوها بالأخير برجعوها فيش كل مرة بيطلع بطل غريب مرة مارس بصير أسطورة على برشلونة مرة بتارتشيك بتحول حارس من عالم آخر مع أنه حارس رائع وعظيم طبعا ومرة دروكبة بيحسم هدف بتزديده بطولة معقدة جدا بطولة أخذت منهم وكل مرة كان يطلع بطل غريب كل مرة يطلع بطل من تحت الطاولة يقول لك مش فلتينها المرة نهائية فاز فيها تشلسي بركلة ترجحية وللعلم ضاعت أول تزديده لتشلسي ثم أيضا استعادوا بطولتهم بطولة مش طبيعية ونوصل لما بعد النهائي آخر لمسة دروكبة بتقدم يسدد ركلة ترجحية الأخيرة دروكبة كان طالع بعد ذلك عقده منتهي فوصفوها الكتاب في مقالات كثيرة هذي أفضل أجمل لمسة في تاريخ كرة القدم لأنه واحد بيلمس أخر لمسة في مسيرته بيجيب دوري أبطال لفريقه أو في مسيرته مع النادي عشان أكون واضح لأنه كان رايح على الصين يلعب 35 تزديد لبايرامينيخ ركلة جزاء كلها ما شفعت له لموس لو خلت طوني كروس ب2020 لما سألوه شو أسوأ لحظة في حياتك الكروية قال لهم نهاي دوري أبطال أوروبا 2012 مباراة عانت فيها الحظ بايرامينخ بلا نقاش لمستوى أنه ماليو النوائر تقدم وسدد ركل الترجيح وسألوه جبل سنة عن الموضوع قالوا ليش سدده قالوا لما اللاعب يشافوا الحظ مسكر معنا بهالشكل لا روب ولا فرص ولا شيء عم بيدخل قال لك لا عمي أنا مش شاعرت اليوم الحظ ضدنا فأنا تقدمت من باب الشجاعة على أنه فيه لعبين كنت أتفهم قلقهم وقوفهم من يوم يبين فيه الحظ أسود جميعه لبايرامينخ ولا نعلم في ذلك المباراة كان فيه لمسة تكتيكية بهمة جدا من ديماتيو لعب ظهر أيسر كجناع حجومي أيسر بيرتلين عشان يدافع ضد آريون روبين وجابت نتائجه وحدث كثير من كطورة آريون روبين وكانت فلسفة ديماتيو من أول مواجه نابولي لآخر مباراة أنه المهم أطلق أهداف ديماتيو كل ما يشرح عن مباراة من المباريات عم يجيوا مبارا مبارا بيقول كانت خطتي أن لا نتلقى أهدافا هذه استراتيجية الرجل راميرس كشف بعد النهاية عن لعبة نفسية ممتازة قام فيها تشيلسي ممكن البعض بيعتقد أنه جون تيري بس اللي في 2012 اللي كان موقوف وجاء لابس قميصه الأزرق النادي الطبيعي الرسمي مش مدلة أو شيء لكن لا تشيلسي طلب من كل اللاعبين الموقوفين والمصابين والمش مستدعين يلبسوا قمصانة تشيلسي الرياضية كاملة عشان يتصوروا مع بعض بعد ما يفوزوا باللقب لعبة نفسية مؤثرة جهزت الجميع أنه اليوم يوم اللقب مش يوم القسارة وللعلم في ذلك اللقاء لامبرد ويقول دخلوا التاريخ أنهم لعبين الوحيدين في دور الأبطال اللي تقدموا وسددوا ركلة ترجيح في مباراة نهائية لفارقين بنظامه الحديث أما بنظامه القديم فكان في لعب اسمه كارلوس موزر عاشوا وفي ضغط النفس المرتين ما رقوا منه بنجاح البطولة انحسمت في 19 مايو بترتشكل متألق السلب الرئيسي في البطولة عيد ميلاده 20 مايو تخيلوا جمال ليلته هو بينام الليلة بطل وثاني يوم عيد ميلاده بس أيضا في 19 مايو كان المفروض نسمع خبر تجديد عقد ديمتيو اللي جاء مؤقت بس أبره مفتش قال لا استنوا شوي يعني خلينا نكون صريحين كل مباراة العارضة وركلة جزاء ومشاكل وما هجمنا وفريق دفاعي جدا فريق ما بمسك كرة لأنا ما بدي هيك أبره مفتش تردد جدا يعطي عقد ضغوط إعلامية رهيبة ضغوط جماهيري رهيبة يا مجنون هذا جب لك اللقب اللي دفعت عليه مليارات أغلى رقب ربما في التاريخ كرت القدم هذا جدد له جدد له ضغطوه حاول أمر مفتش تقاوم قال بدأ جيب جوارديولا جوارديولا بدي يطلع لكن الضغط الكبير الإعلامي خلا يجدد مع ديماتيو وطلع أبره مفتش على حق لما تردد تقريبا أخذت شهر حتى يعلن تجديد عقد ديماتيو يعني تردد كثير وطلع على حق لأنه نوسم المؤجاية الحظ اللي ابتسب بمواقف صعبة لديماتيو مكان موجود فالفريق انهار في الدوري وانهار في دور الأبطال وخرج من دور المجموعات مباشرة نتكلم عن ضربة كبيرة تعرض لها تشلسي موسم ديماتيو الثاني ديماتيو اللي بعد هذه البطولة ما حتفرقة مع التدريب نزل كثير أصبع عنده عادي مشهورة بروح يدرب الفريق بيطردوه بقعد لعن ما يخلص عقده مع الفريق عشان يضلوا ياخدوا التعويضات بعدين بروح على فريق تاني بيطردوه بيعمل نفس الحركة مع أستون فيلا فاز بنسبة 8% بس فاز مباراة من 12 في سبب آخر بتنسان الناس كثير لما تتكلم عن قصة 2012 الخبرة التراكمية عند لعبين تشلسي كثير من لعبين تشلسي كانوا لعبين نصف نهاية دوري أبطال أوروبا عدة مرات دور الثمانية عدة مرات وأربعة منهم كانوا في الملعب لعبين نهاية 2008 وأيضا كان عندك بعض اللعبين اللي جايين من بورتو اللي جابهم مورينو كانوا فيزيد مع بورتو باللقب في خبرة أوروبية متراكمة بهذا الفريق ساعدته بالمواقف الصعبة الخبرة المهمة جدا في المواقف الصعبة مش دائما الشباب والمهارة بتكفي لمستوى أنه أنا بشوف دائما أكبر غلطة بيعملها نادي بدو يجيب دوري أبطال أنه لما يفشل مرة بروح مغير بطلع لعبين الكبار وبجيب لعبين اجداد وبورجع يمر بنفس سيناريو التعلم نفس دروكبان نفس بوسينجوة نفس أشلي كول كلهم اتكلموا من مقابلاتهم التلفزيونية وقالوا إحنا كنا لجنة فنية أكثر مما كان مدرب واحد يعني كان ديماتية وعنده نجنة فنية من القبراء تساعده كمية العواطف اللي في اللقب قصة لامبرد اللي بواس حاول يهمشه فرجع فكان نجم الفريق قصة تشك بمواقفه العظيم مدرقبة بآخر لمسة تاريخية بالمعاناة في كل مباراة خلت صحيفة ميرور تكتب بعام 2019 لماذا فوز تشيلسي بدور الأبطال هو أجمل فوز بلقب دور الأبطال عبر التأريف هي قصة بطل تقريبا ما كان أفضل بولا مباراة في الأدوار الإقصائية إلا مباراة واحدة أمام نابولي في العياب لكنه كان صامد كان منضبط كان مقاتل كان يآمن بفرسته ويضحي وكل لاعب كان مستعد يلعب بأي مركز الدرقبة لعب ظهير أيصر فعلا ضد برشلونة وقال بعد المباراة ما عندي مشكلة لو يحطوني حارس مرمى المهم من فوز فرج كان كتلة وحدة لما تكتل وتجمع الحض احترم هذا الروح واحترم هذا القتالية فابتسم لهم وقالوا محمد شيكم ولكنه في البدايات مع بواس لما كان مقسم الحض كان ضدهم حرفيا أيضا ولما يبتسم الحض إليك بدون شعور مقدر جهودك بتكسر أي لعنة كانت موجودة وبتعندك وبتحقق البدكية نوصل هون لنهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة